ولمتابعة باقي تطورات عملية الفرس الشهم ثلاثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ينضم إلينا من قطاع غزة موفدنا زميل حامد رعب أهلا حامد هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات حول هذا الموضوع نعم عادل المستمرين في تغطيتنا هنا من غزة وضمن عملية الفرس الشهم ثلاثة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ومع حطول أمطار الخير في هذه اللحظات يستمر الدعم الإماراتي والمساعدة في كافة القطاعات لا سيما الملبوسات الشتوية للكبار والصغار مواد إغاثية وتموينية أيضا الخيام كما نشاهدها هنا لأحد المخيمات التي يقطن فيها الفلسطينيون هنا في رفح وكذلك في القطاع الصحي المستمر من مستشفى الميداني الإماراتي وكذلك عمليات الدعم للمستشفيات الأخرى كمستشفى أبو يوسف النجار المستشفى الأوروبي واليوم المستشفى الكويتي تم عبر عملية الفرس الشهم ثلاثة بمده بعملية توسعة للمستشفى بسعة 50 سرير بكافة المستلزمات الطبية ويقومون في هذه الأثناء بعمليات التركيب والترتيب لهذا المشفى الذي سيكون جاهز في الغد أو بعد غد لاستقبال الحالات الجديدة وذلك بدعم من دولة الإمارات وكذلك سيستمر كذلك الدعم والتوسعة خلال مرحلة مقبلة لزيادة عدد المرضى التي تم استقبالهم في هذا المشفى نهيك عن الأدوية ومركبات الإسعاف وغيرها الكثير التي يشيد بها هنا الأشقاء الفلسطينيون بالدعم الإماراتي المستمر في كافة الأصعداء والقطاعات في ظل الأجواء الحالية